امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جمع لنا كل المطلب في هذه الكلمات الوجيزة ينظراني الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا اولا ونظر في حلالنا وحرامنا ثانيا وعرف احكامنا ثالثا روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكمة هذا هو الحاكم الشرعي المنصوب المعين قولوا ما شئتم من قبل ائمتنا زمان الغيبة ليس منصوبا بالاسم ليس معينا بالاسم وانما بالاوصاف والمؤهلات روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف احكامنا جعلته عليكم حاكمة نأخذ هذه الفقرات فقرة فقرة اول فقرة روى حديثنا حينما نقول روى حديثنا الرواية تعتمد على حفظ للنصوص مثل ما قالها المعصوم او بمعناها ومضمونها فاما ان يحفظ النصو لفظا ومضمونا واما ان يحفظ بمضمونه لكننا حينما نقول راوي للحديث لا بد ان يكون في الاعمل اغلب تكون محفوظاته بالالفاظ والمضامي لكنه ايضا يحفظ المضامين دون الالفاظ ولا بد ان تكون المضامين قد حفظت بدقة عالية الراوي يحفظ يحفظ الاحاديث في الاعمل الاغلب يحفظ الالفاظ مثل ما قالها المعصوم مثل ما وردت عن المعصوم ولكنه قد يحفظ من الاحاديث بمستوى بمستوى المضمون فقط وفي بعض الاحيان يصل الحديث الى راوية الحديث ليس بنفس الالفاظ التي فاضت بها شفاه المعصوم وانما بحسب الفاظ الروات الذين نقلوا الحديث عبر الزمان الى هذا الراوي خلاصة الكلام الراوي يحفظ الحديث هذا اولا وثانيا يروي الحديث يروي بلسانه وليس على الورق كتابة الحديث على الورق لا يقال لها رواية اذا ما قيل لذلك رواية على سبيل المجاز الكتابة ضرورية بل واجبة بل من اوجب الواجبات لولا ان يستعين اصحاب الائمة بالكتابة والجمع والتأليف وضبط النصوص على الورق لمهبقي شيء من الدين حفظ الدين بكتابة النصوص هذا واجب اخر من واجبات رواة الحديث لابده لكننا حين نقول راوية حديث لابد ان يحفظ الحديث لابد ان يكون حافظا للحديث لا على الورق ان يكون حافظا للحديث في ذاكرته في حافظته في خزانة معلوماته قولوا ما تشاء لا بد ان يكون حافظا للحديث ولا بد ان يكون متحدثا به وهذا لا نستطيع ان نتصوره ان لم يكون مدركا لمعاني الاحاديث التي يحفظها ولو بالاجمال وان لا كيف يستطيع ان يحفظ الحديث وهو لا يفقه معناه وكيف يستطيع ان ينقل الحديث للاخرين وهو لا يفقه معناه جزء من رواية الحديث ان نفقه معنى الحديث لانني اذا كنت لا افقه معنى الحديث فحينما انقله لا يقال لي من انني راوي للحديث ابد انا هنا ببغاء فهل يقال للببغاء راوي راوية حديث اذا ما ردد حديثا مثل ما سمعه من الاخرين لنفترض ان ببغاء او اي نوع من انواع الطيور التي تحفظ كلام الانسان وتردده هذه الطيور سمعت راوية حديث يردد الاحاديث وحفظت تلك الطيور الاحاديث واخذت ترددها للاخرين فهل هذه الطيور يقال لها رواة حديث لا يقال لها رواة حديث لانها لا تفقه ما تقول فراوية الحديث لا بد اهي يكون واعيا بما يقول وعيه بما يقول هو الذي يجعله مبرزا للمعنى حينما ينق الحديث طريقة القاء الحديث وهي طريقة الرواية تتوقف على فهم الحديث كيف انقل لكم حديثا بطريقة صحيحة في النقل وانا لا افقه معناه فراوية الحديث لا بد ان يكون ملما بمعاني الاحاديث التي يحفظها بدرجة من الدرجات ليس بالضرورة ان يكون ملما بكل حقائقها وتفاصيلها لكنه لا بد ان يكون عارفا بمعاني الاحاديث بالاجمال بشرط ان تكون معرفته صحيحة ان تكون معرفته سليمة المعرفة الخاطئة ستجعل من هذا الناقل للحديث ستجعل منه راوية سوء هذا ما هو براوية حديث الامة وحينئذ يشترط في راوي الحديث ان يكون عارفا بالعربية واسرارها واحكامها وإلا كيف سينقل الحديث الى الاخرين بشكل صحيح وكيف سيكون متفقها في الاحاديث التي يحفظها ما لم يكن ملما بالعربية واسرارها وخصائصها واحكامها ولا لابد ان يكون على قدر من الفصاحة وإلا كيف سينقل الحديث كيف سينقل الروايات هل سينقلها بلغة تفتقر الى الفصاحة حينئذ ما هو براوية حديث راوية الحديث هو هذا انا اسألكم هذا الحكوات الذي كان يحكي الحكايات في المقاهي في الازمنة السابقة هذا الحكوات إذا لم يكن كلامه بينا وواضحا وفصيحا بحسب اللهجة التي يتكلم فيها في أي بلد من البلدان إذا لم يكن كذلك هل يصفه الناس بأنه حكوات لابد أن يكون فصيحا بحسب اللغة واللهجة التي يتكلم بها ولا بد أن يكون عارفا بما يقول وإلا لا يقال له حكوات فما بالكم برواة الدين برواة تفسير القرآن برواة معارف العترة الطاهرة راوية الحديث لا بد أن يكون حافظا للحديث في الأعم الأغلب يحفظ النصوص بألفاظها ومضامينها وفي بعض من محفوظاته يحفظ الأحاديث بمضامينها بشرط أن يكون المضمون صحيحا يضاف إلى هذا لا بد أن يكون واعيا بالذي قد استقر في حافظته من الأحاديث لا بد أن يكون متفقها فيها لا بد أن يكون على قدر من الفصاحة تكون مناسبة لنقل الأحاديث إلى الآخرين بنحو واضح وصريح وهذا يقتضي أن يكون ملما بأسرار العربية وأحكامها لا بد أن يكون قادرا على الإلقاء الصحيح وهذا يقتضي أن يكون عارفا بفن الإلقاء ولو بدرجة من الدرجات فراوية الحديث يحتاج إلى فن الإلقاء ويحتاج إلى الكثير والكثير من العلم بالعربية وخصائصها وأسرارها وأحكامها يحتاج إلى فصاحة إلى منطق فصيح ويحتاج إلى حافظة جيد ويحتاج إلى ثقافة واسعة كي يكون قادرا على إدراك مضامين الأحاديث هذا هو راوية الحديث أما أن يطلق على هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة إلا ما جاء بشكل مبتور مقطع في كتب الفقهاء بحسب المنهج الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء هؤلاء لا رواة حديث ولا هم يحزنون هؤلاء حينما يقرؤون صلاتهم يخطئون في قراءة صلاتهم لا يحسنون أن ينقلوا الحديث بشكل صحيح لا يحسنون قراءة الآيات القرآنية فأي رواة للحديث هؤلاء هؤلاء مجموعة من الأغبياء والسفهاء الشيعة يقولون عنهم فقهاء هؤلاء لا فقهاء ولا هم يعزنون لا أتحدث عنهم لأنهم ليسوا عربا أبدا القضية لا علاقة لها بالجنسية أو بالقومية أصحاب الأئمة كبار أصحاب الأئمة ما كانوا عربا منهم الفارسي العجمي ومنهم التركي ومنهم الأفغاني ومنهم 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 العربي وخيرة أصحاب الأئمة كثير منهم ما كانوا من العرب القضية لا ترتبط بالجنسية أو القومية أو العشيرة القضية ترتبط بمواصفات الشخص نفسه نحن نتحدث عن دين وعن عقيدة في مقام الدين والعقيدة فإن الجنسية هي العقيدة وإن القومية هي العقيدة نحن نحن لسنا في نظام إداري لدولة معينة تشترط في الموظف الفلاني الذي يكون في المسؤولية الفلانية أن تكون جنسيته كذا أن يمتلك لبعض المواصفات القانونية بحسب قوانين تلك الدولة أو هذه نحن هنا نتحدث عن العقيدة الجنسية في العقيدة هي العقيدة والقومية في العقيدة هي العقيدة الانتماء إلى أئمتنا هو جنسيتنا وهو قوميتنا وهو عقيدتنا وانتهينا أنا أتحدث عن منهج غبي الذين يأتون إلى الحوزة لا يدرسون حديث أهل البيت أبدا من أول يوم يعبؤون في أذهانهم من أن أكثر الأحاديث ضعيفة ومن أنكم لا تمتلكون خبرة في مراجعة كتب الحديث يوجهونهم إلى كتب العلماء إلى كتب الضلال كتب علماء الشيعة كتب ضلال لا علاقة لها بدين العترة هذه كتب ألفت وفقا للمذاق الشافعي وفقا للمذاق الأشعري وفقا للمذاق المعتزلي ووفقا للمذاق الصوفي بحسب اختلاف موضوعاتها منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أتابع هذا الموضوع قد تجدوني مبالغا إذا قلت لكم إلى هذه اللحظة وحق الزهراء هذا هو الذي أنا أؤمن به قد تقبلون كلامي ترفضون كلامي تعتبرونني مخرفا جاهلا أنتم أحرار بالنسبة لي أقولها وبشكل صريح منذ أكثر من أربعين عاما وأنا أبحث في المكتبة الشيعية إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد لمرجع من مراجع الشيعة أُلِّف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وحق الزهراء البتول أنا لا أتحدث عن كتب حديث العترة الطاهرة أتحدث عن كتب العلماء إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد أُلِّف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وجاء بشكل نقي وصاف أبدا أبدا وأنا لا أتحدث عن مئة كتاب أو مئتي كتاب قد تابعتها أنا أتحدث عن كل المكتبة الشيعة حين أقول أتحدث عن كل المكتبة الشيعة عن الذي استطعت أن أصل إليه أتحدث عن الكتب التي وصلت إليها يدي أو وصلت إلى يدي لم يقع في يدي لحد الآن كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد أُلِّف وفقا لمذاقي بيعة الغدير وفقا لمذاقي العترة الطاهرة أن بني على أساس تفسير القرآن المأخوذ منهم بحسب منهجهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير لم يقع في يدي لحد الآن كتاب بهذه المواصفات من هنا اقترحت مشروع كلامكم نور من هنا جاءت الفكرة ومن هنا جاء القرار لإنشاء نواة مكتبة شيعية نحاول قدر الإمكان أن نجعلها نظيفة بحسب الممكن من القذارة الناصبية لا نستطيع أن نجعلها نظيفة بدرجة مئة بالمئة هذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل جدا لأن مراجع حوزة الطوسي خلطوا قذارات النواصب في كل مكان في المكتبة الشيعية ولذا من العسير أن نصل إلى مستوى أن ننظف المكتبة الشيعية في نواة في جزء منها بدرجة مئة بالمئة هذا مستحيل من وجهة نظري إلا إذا بخينا لزمان طويل وطويل جدا يتجاوز أعمارنا إذا الصفة الأولى روى حديثنا رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في أول صفحة بعد مقدمات الناشر والمحقق في أول صفحة من رجال الكشي الرواية الثانية بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا ما يحسنون من رواياتهم عننا المواصفات التي مر ذكرها راوية الحديث يكون حافظا للأحاديث بألفاظها ومضمونها مثل ما وردت عن المعصوم أو أنه يحفظ بعضا منها بالمضامين الصحيحة لكن الأعمى الأغلب في محفوظاته لابد أن يكون بالألفاظ والمضامي لابد أن يكون واعيا لابد أن يكون فصيحا لابد أن يكون قادرا على الإلقاء الصحيح المواصفات التي مرت إمامنا الصادق يقول إذا أردتم أن تعرفوا منازل الشيعة عندنا عند العترة الطاهرة فاعرفوهم بهذا الميزان أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنونه من رواياتهم عنه هذا هو الميزان وليس بقدر ما درسوا من كتب علم الأصول أو من كتب علم الكلام أو بقدر ما يحفظون من أسماء رجال كتب الرجال وماذا قال الرجاليون عنه الكنوز هنا في الروايات نفسها الإمام الصادق لم يشر إلى علم الرجال وإلى الأسانيد لا من قريب ولا من بعيد الحديث عن الروايات أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنه قد يقول قائل ربما المراد من إحسان الرواية أن نحفظ سندها لا بأس بذلك ولكن الإمام لا يتحدث عن هذا إذا ما أكملنا قراءة الرواية لأن الإمام سيتحدث عن أن الفقيهة هو المفهم المفهم لا يحتاج إلى الأسانيد وحينما يفهمه أهل البيت لا يفهمونه من أن السند صحيح أو ليس صحيحا وإنما يفهمونه مضمون المتن التفهم هنا لا علاقة له بالأسانيد ومن هنا قلت لكم فإن الأئمة لا يعبؤون بالأسانيد نواصب سقيفة بني ساعدة يعبؤون بالأسانيد ولذا فإن نواصب سقيفة بني نجف من مراجع حوزة الطوسي البتريين والمرجئيين يعبؤون بالأسانيد لأنهم يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعدة أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن أهل البيت الأئمة لا يعدون هم فقهاء فما بالكم بموقف الأئمة من هؤلاء الذولان من مراجع النجف وكربلة الذين لا يفقهون شيئا من معارف العترة الطاهرة الأئمة لا يعدون رواة حديثهم الذين يحسنون الرواية لا يعدون أنفقها هؤلاء ناقلون للحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها لا نعد الفقيه منهم فقيها الذي يقول عنه الشيعة ليس من ثلان حوزة الطوس وإنما من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن العترة الطاهرة الشيعة تقول هذا فقيه على واحد منهم مثلا الإمام يقول نحن لا نعد هذا فقيها وإن كان راوية من رواة حديثنا وكان محسنا في الرواية لا نعد ه فقيها فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا هل يكون على ارتباط بالغيب المحدث المرتبط بالغيب أي غيب أن يكون مرتبطا بإمامه كان سلمان محدثا كان محدثا عن أمير المؤمنين هناك صلة غيبية فيما بين الأمير وسلمان قطعا الأمير هو المتحكم فيها وليس سلمان سلمان في مقام العبودية سلمان يتوجه إلى إمامه فيأتيه الفيض والمدد فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له هو يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الأنبياء هو يكون المؤمن محدثا ماذا قال الصادق قال يكون مفهما نحن نفهمه على البعد والمفهم محدث يكون مفهما من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو المفهم من أخلص لله أربعين صباحا هذا يعني أن مراجع النجف و كربلاء لا يملكون ذرة من الإخلاص لو كانوا مخلصين لمدة أربعين يوما السيستاني الآن تجاوز التسعين لو كان مخلصا لمدة أربعين يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه و هكذا بقية المراجع المراجع تفجرت لظهرت السيستاني أخرس 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 هذه أحاديث الأئمة بقية المراجع الذين يتكلمون حينما يتكلمون تنكشف عوراته بشير النجفي أو أسحاق الفياط إذا ما تكلم عورة تتكل إنه عورة حقيقية على الأرض تتكل فضيحة بتمام المقاييس والبقية كذلك فأين هذه ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب هذا يعني هؤلاء لا هم فقهاء ولا رواة حديث ولا هم مخلصون ولا هم زهات وكل هذا الذي تتحدث به أشيعة عنهم لا حقيقة له لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا من أن الزاهد الحقيقية ستتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وأعطانا ضمانا من أن الذي يخلص لله أربعين صباحا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه إذن هؤلاء لا هم مخلصون ولا هم زهات ولا هم فقهاء ولا هم فهماء ولا هم رواة حديث هؤلاء شياطين هؤلاء نواب الشيطان أعوان الشيطان نطق الشيطان بألسنته ونظر بأعينه هذه هي حقيقتهم من الآخر كل الذي أحدثكم به أحاديث الأئمة ما هو بشيء من عندي الإمام الصادق هو الذي يقول أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها راوية حديث ويحسن الرواية لا كهؤلاء الغبران في النجاف لا كهؤلاء الثولان في كربلاء راوية يحسن الرواية والشيعة تعده فقيها الإمام صادق يقول إنا لا نعده فقيها أي فقيه هذا هذا فقيه بنظر الشيعة هذا راوية حديث ناقل للحديث هناك من رواة الحديث فقهاء من هم الذين يكونون محدثين يكونون مفهمين هذا هو دين الأئمة جميل واضح صريح أما هذا الذي في حوزة النجف هذا بيت العنكبوت هذا بيت الشيطان هذا الطريق المعقد الشيطاني الذي يغلف بالأكاذيب ويغلف بتجهيل الشيعة والضحك على ذقونهم وبسرقة أموالهم الأموال عند الشيعة أموال صاحب الزمان حينما تنتقل إلى جيوب المراجع تصبح مجهولة المالك كي يعبث بها المرجع وأولاده وأصهاره وأحفاده هذا هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة ومن هنا ومن هنا قلت لكم لا يوجد حاكم شرعي حقيقي وهؤلاء إذا ما حكموا بشيء لا شرعية لحكمه هؤلاء هؤلاء الذين تكون لهم شرعية إنهم رواة الحديث الذين يكونون محدثين مفهمين من قبل الأئمة الأئمة أعطونا ضمانا من أن عملية التفهيم ستكون موجودة على طول عصر الغيبة نحن ابتعدنا عن هذا المسار وجئنا بمنهج ناصبي جاء به الطوس وبقي موجودا إلى يومنا هذا هذه مشكلتنا هذه مشكلة الشيعة أما الأئمة فقد وضعوا لنا المنهج الصحيح البداية من رواية الأحاديث طالب العلم الديني يفترض فيه منذ أول لحظة للدراسة أن يحفظ الحديث وأن يقرأ الحديث ويجاور ذلك أن يتعلم أسرار العربية وأن يتعلم أسرار الأدب العربي وأن يتعلم خصائص البلاغة والفصاحة وهذا كله لا يعرفه طالب العلم الديني المراجع أنفسهم لا يعرفون ذلك حينما يتحدثون يتحدثون بلغة تفتقر إلى أبسط المعايير الأدبية وحينما يؤلفون كتب مراجع الشيعة مسخرة إذا أردنا أن نقيسها بالمقاييس الأدبية إنها مسخرة يؤلفون العشرات والعشرات على سبيل المثال كتب محمد الشيرازي كتب محمد الشيرازي هي ككتب بقية العلماء لكننا إذا أردنا أن نقايسها بمقاييس ومعايير الأدب هي مسخرة كبقية كتب المراجع الآخرين إذا أردنا أن نقايس كتبهم بمقاييس ومعايير الأدب هي مسخرة مسخرة أشرت إلى محمد الشيرازي لأنه قد ألف عددا هائلا من الكتب هذا هو السبب الذي أخذته مثالا لأنه قد ألف عددا هائلا من الكتب بحسب المعايير الأدبية فهذه الكتب مسخرة وهذا الوصف لا ينطبق على كتبه فقط على كتب بقية مراجع حوزة النجف وكربلاء كتبهم تفتقر إلى المعايير الأدبية الصحيحة يندر أن نجد بين علماء الشيعة ممن يمتلك قلما أدبية الأعم الأغلب كتاباتهم هزيلة إلى أبعد الحدود يضحكون عليكم من أن هؤلاء علماء وحار الغرب به وحار علماء السنة بهم علماء السنة يضحكون على علماء الشيعة يجدون علماء الشيعة مسخرة ومهزلة وتلك حقيقة تلك حقيقة علماء الشيعة مسخرة ومهزلة كتبهم دالة على ذلك منطقهم حديثهم دال على ذلك هذا هو الواقع الموجود على الأرض أي فقهاء أي مراجع هؤلاء مهزلة ومسخرة هؤلاء فقهاء مراجع في أجواء حوزة النجا سفهاء مع سفهاء في هذه الأجواء أخبياء مع أخبياء ثولان مع ثولان هذا هو الواقع موازين الأئمة هذه أين نجد لها انطباقا في حوزة النجا لو بحثتم ليل نهار في كل زاوية وحققتم مع كل معمم لن تجد حرفا من هذه الرواية منطبقا هناك أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا لن تجد شخصا واحدا في النجف وفي كربلاء يحسن الرواية عن العترة الطاهرة بهذا المنطق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له هو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هذا هو الحاكم الشرعي الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق روى حديثنا رواية الحديث هي هذه قطعا الإمام الصادق يقصد المثل الأعلى المثل الأعلى هو هذا حينما يقول في مواصفات الحاكم الشرعي قطعا يقصد المقام الأعلى المقام العلمي الأعلى في معارف العترة هو هذا من هنا قلت لكم لا وجود لحاكم شرعي حقيقي بحسب ما يريد أئمتنا في الواقع الشيعي نحن عندنا مجموعة من السفهاء مجموعة من التافهين يقال لهم آيات الله العظمى عقول شيطانية ومعلومات شافعية أشعرية معتزلية هذا هو الموجود ولا يوجد شيء آخر رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قل لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لي لأخر بابل ما توصل للنوبة هي قال توصل اطمئنن تركبهم يعني اشي عمر تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أخر من خمسة قل لي مستعجب مستعجب تركب يعني قل لي 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 ديخ عرفي قل ونص عبارة كنا على ثق وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عربة قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ ومش اشي اشي لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة روى حديثنا ثم ماذا ونظر في حلالنا وحرامنا بعد أن بلغ ما بلغ في مرتبة رواية الحديث وأحسن ما أحسن في رواية الحديث وصار وصار فقيها فهنا يفسح له المجال أن ينظر في حلالهم وحرامهم أن ينظر في حلالهم وحرامهم لا أن يحكم عقله وإنما أن يستعمل عقله في التدبر في التأمل في التعمق في الدراسة في التحقيق ضمن سياجي قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ضمن هذا السياج لا أن يخرج من هذا السياج أقرأ عليكم من معاني الأخبار للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في أول الكتاب الحديث الأول بسنده عن داود ابن فرقت قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أنتم أفقه الناس متى إذا عرفتم معاني كلامنا إنما نعرف معاني كلامهم إذا ما روينا الحديث وأحسن روايته وكنا على إلمام بالعربية وآدابها وبلاغتها وفصاحتها وأسرارها ووفقنا بتوفيق الأئمة أن وصلنا إلى هذه المنزلة أن ننظر في حلالهم وحرامهم وقد ضربت لكم مثالا في الحلقتين الماضيتين إنه مثال صغير للنظر في حلالهم وحرامهم ما مر من كلام في مسألة الطلاق التي أتحدث عنها في هذه الحلقات في الحلقتين الماضيتين هو أنموذج للنظر في حلالهم وحرامهم أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا الإمام مستمر في حديثي إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب من هنا نحن نحتاج إلى المفاتيح إلى مفاتيح المعاني وهي معارض كلامه معارض كلامه أسرار لحن قوله نستطيع أن نصل إليها من خلال النظر في حلالهم وحرامهم نترقى في هذا الموضوع وإلا فإن القضية تنشأ شيئا فشيئا وبالتدريج من أول يوم لدراسة حديثهم وحفظه العملية عملية تراكمية بشرط أن يكون المسار مسارا صحيحا إن الكلمة لتنصرف على وجوه في حديث آخر وهو الحديث الثالث في أول الكتاب بعد مقدمة التحقيق حديث تدريه إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه وإنما تدريه من خلال التفهيم وأسباب التفهيم متوفرة للشيعة الشيعة هم الذين منعوا أنفسهم عن ذلك القرآن أعطانا قانونا هناك قانون في القرآن هذا القانون لجميع الناس ليس لشخص بعينه أو لمجموعة بعينها اذهبوا إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية والثمانين بعد المائتين وهي أطول آية في القرآن إنها آية كتابة الدين آية الدين آية كتابة الدين الآية الثانية والثمانون بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة الآية طويلة لا مجال لقراءتها عودوا إليها بأنفسكم بعد الحلقة أتمنى عليكم ذلك كي تدركوا مراد الآية تبين لنا الطريقة الشرعية في التعامل مع القروط في التعامل مع المعاملات التجارية القضية قضية فقهية شرعية محضة ليست عقائدية وليست في مقام التفسير والتأويل القرآن الآية هكذا تبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وتستمر الآية في هذا السياق الحديث عن شأن تجاري عن شأن شخصي عن وضع مالي معين كل التفصيل في هذه الآية التي تشكل صفحة كاملة في المصحف الذي بين يدي كلها في هذا الشأن في آخر الآية ماذا ورد واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علي جعل التعليم متفرعا على التقوى يعني أن الفقيه الذي يتصف بهذه الصفة سيأتيه التعليم سيأتيه التفهيم تلاحظون التطابق الواضح فيما بين آيات القرآن وأحاديث العترة ألا لعنة 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 وبيلة على منهج مراجع النجف وكربلع ألا لعنة على حوزة النجف ألا لعنة على منهج حوزة الطوس منهج القذارة والتفاهة والسفاهة هذا هو منهج القرآن وهذا هو منهج العترة القرآن هكذا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله هذا التعليم ليس تعليما بالورقة والقلم مادته التقوى التعليم بالورقة والقلم له مجاريه له أسبابه ولكن التعليم هنا في الآية عن تعليم مادته التقوى وهو تعليم في الشأن الإفتائي فالآية ترتبط بهذا الشأن إنها آية كتابة الدين ما هي بآية تتحدث عن الملكوت ولا هي بآية تتحدث عن أسرار الإسم الأعظام الآية تتحدث عن شأن دنيوي مهض هذا يعني أن التعليم وأن التفهيم متاح لنا نحن الذين منعنا أنفسنا من ذلك هؤلاء السفلة في النجف وكربلاء هم الذين سلكوا في مناهج النواصب وقطعوا الطريق علينا هلأ لعنة على منهجهم القرآن هو الذي يقول عودوا إلى الآية بأنفسكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علي الآية واضحة من أن التعليم يأتي من هذه البوابة من بوابة التقوى التقوى لا بفهم النواصب لا بفهم نواصب سقيفة بني ساعدة ولا بفهم نواصب سقيفة بني طوسي بني نجاف بني مرجعية سود الله وجوه هذه تقوى سقيفة بني ساعدة التقوى في ثقافة العترة الطاهرة التقوى هي الوسيلة التي تحمينا تحمينا من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة إنها ولاية إمام زماننا معرفتنا بإمام زماننا كلما تعمقت كلما توفقنا للحصول على مناعة هائلة هي هذه التقوى على مناعة تساعدنا ألا نقع في الضلال في الدنيا وأن لا نذهب للنار في الآخرة التقوى هي وسيلة الوقاية ووسيلة الوقاية معرفة إمام زماننا فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية واتقوا الله ويعلمكم الله فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا هذا هو التحديد حتى يكون محدثا هذا هذا يعني أن مراجع النجفي لا تقوى عنده حينما أقول لكم هؤلاء سفلة هذا الكلام ليس دعاية سياسية أنا لست سياسيا أنا أحدثكم من عمق ثقافة الكتاب والأترة لو كانوا على تقوى لنال التعليم بحسب هذه الموازين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يبنى رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكنهما آيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام إمامنا الصادق يقول ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج هنا لا بد أن يتأكد نظر راوية الحديث في حلالهم وحرامهم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا إنما يتحقق النظر الصحيح في حلالهم وحرامهم بشرطين الشرط الأول أن يكون النظر داخل سياج منظومتهم الثقافية ضمن سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا الشرط الأول وشرط الثاني أن يكون ملما بمنظومة أحاديثهم كي يستطيع أن يقارن بين الأحاديث كي يستطيع أن ينظم الأحاديث أن يبتدأ من المعنى السطحي إلى المعنى الأعمق وإلى ما هو أعمق من أن يعرف المضامين التي عرضت تارة بلسان التقية وأخرى بلسان المدارات وأخرى بلسان التعليم وأخرى بلسان التبليغ وأخرى 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 بلسان الصدع بالحق وأخرى ببيان الحقيقة لأقوام يأتون في آخر الزمان وليس لأقوام في زمان الأئمة فهناك المتعمقون في آخر الزمان بعض القرآن نزل لهم نزل للمتعمقين في آخر الزمان هم أخبرونا بذلك سورة التوحيد مثلا نزلت للمتعمقين في آخر الزمان فمن القرآن ما نزل للمتعمقين في آخر الزمان وكذلك من حديثهم صلوات الله عليه فما هو للمتعمقين في آخر الزمان أصحابهم ما كانوا يعونه هذا للمتعمقين في آخر الزمان الحكاية واسعة الحكاية عميقة عميقة جدا هذا هو فقه العترة وليس ذحك الهزال الذي يدرس في حفزة الطوسي تلك قمامة بتمام معنى هذه الكلمة قمامة قمامة حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا ومستحيل مستحيل 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 أن تعرف معارض كلامهم من دون الإطلاع الوهسع على منظومتهم الحديثية ومن دون حفظ أحاديثهم مستحيل مستحيل ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج قد يقول قائل فهذا أمر فوق الطاقة أن يطالب جميع الدارسين للعلوم الدينية بمثل هذا أنا أتحدث عن واقع شيعي بعيد عن منهج العترة الطاهرة أما إذا أسسنا حوزة أسسنا جامعة وفقاً وفقاً لمنهج العترة الطاهرة فإن الأمر يكون أسهل مما تتوقعون أسهل مما تتوقعون فإن الأمر يكون سهلاً جداً حينما أتحدث بهذه الطريقة وأبين من أن إدراك المعارض يحتاج إلى كل تلك الشرائط لأننا في واقع ناصبي لأننا في واقع لا صلة له بمنهج العترة الطاهرة هذا هو سبب أما إذا أنشأنا واقعاً شيعياً صحيحاً وأنشأنا حوزة شيعية صحيحاً واستطعنا أن نفكك العقل الناصبي المستدبر الذي يهيمن على الواقع الشيعي واستطعنا أن نعيد بناءه وفقاً للمفردات العقائدية السليمة من عميق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن عميق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فإن الأمر سيكون سهلاً جداً وسهلاً سهلاً سهلاً جداً إذن هذه مواصفات الحاكم الشرعي روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ومثل ما قلت لكم ما بيّنته لكم في الحلقتين الماضيتين كان أنموذجاً مصغراً مقرباً لهذا المضمون للنظر في حلالهم وحرامهم وَعَرَفَ أَحْكَامِنَا روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعَرَفَ أَحْكَامِنَا عَرَفَ أَحْكَامِنَا هي هذه المنزلة الأعلى في هذا المنهج بعد رواية الحديث بالمواصفات التي مرت وبعد النظر في حلالهم وحرامهم بالمواصفات التي مرت فإن المرتبة الثالثة عَرَفَ أَحْكَامَنَا وإنما تتحقق له معرفة الأحكام كي يكون حكماً من قبل محمد وآل محمد إنما يكون ذلك بالارتباط بإمام زمانه لا أتحدث عن ارتباط مباشر عن ارتباط جلي واضح وإنما أتحدث عن ارتباط قلبي عن ارتباط عقلي الإمام سيكون مفهماً له وهو يحتاج أن يكون متوجهاً لإمامه هناك علاقة متبادلة بالضبط كهذا الذي سأل إمامنا الرضا صلوات الله عليه من شيعته من شيعة الرضا سأل الإمام الرضا فقال له يا ابن رسول الله ما لي من المنزلة عندك ما هي منزلة عندك ماذا أجابه الإمام الإمام قال له انظر إلى قلبك ما لي أنا أنا الرضا صلوات الله عليه ما لي أنا من المنزلة عندك بقدر ما لي من المنزلة عندك لك من المنزلة عندي منطق سليم هل هناك من منطق يتميز بالحكمة وبالصحة والوضوح والمنطقية كهذا المنطق قال له انظر إلى قلبك ما لي أنا للإمام الرضا من المنزلة عندك يا أيها الشيعي في قلبك فإن لك من المنزلة عندي القانون الإلهي اذكروني أذكركم هذا هو قانون الله اذكروني أذكركم فلا بد من وجود علاقة فيما بين هذا الفقيه وإمامه بالضبط مثل ما جاء في رواية التقليد هذا الشيعي الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه الذي لا يريد أن يكون على دين أكثر مراجع التقليد عند الشيعة لماذا لأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هكذا وصفهم الإمام الصادق إلى أن قال صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر إنه مرجع التقليد الأعلى عند الشيعة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ماذا سيفعل به وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب عملية التقييض هذه تحتاج إلى وجهين الوجه الأول هناك تسديد من الإمام لهذا الفقيه المؤمن هذا التسديد للفقيه المؤمن يقابله إقبال من الفقيه المؤمن على إمامه كي يستطيع أن يستلم التفهيم ما هي عملية إرسال واستلام أذكروني أذكركم وهي عملية توفيق لهذا الشيعي وإنما يقيض له فقيها مؤمنا كي يقف به على الصواب العملية متبادلة بالضبط كما في توقيع إسحاق بن يعقب الذي لا يفقه هؤلاء الحمير من المعممين لا يفقهون معناه فضلا عن أنهم يضعفونه السستاني يضعفه لا يعبأ به الخوء يضعفه لا يعبأ به ولكنهم يضحكون على الشيعة حينما يريدون أن يتحدثوا عن دليل لمرجعية فقهاء النجف يأتون بتوقيع إسحاق بن يعقوب لكنهم في كتبهم ينكرونه وهذه الكتب التي ينكرون فيها التوقيع الشريف هذا كتاب الخوئي وهذا كتاب السستاني قد لا أجد وقتا في هذه الحلقة للتوغل في المطلب ربما أتركه إلى حلقة يوم غات أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 511 إنه التوقيع المعروف توقيع إسحاق بن يعقوب الذي ورد من الناحية المقدسة إلى السفير الثاني بخط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إلى هذه الصفة إلى أشخاص يحفظون الحديث إلى أشخاص عندهم إلمام بأسرار العربية إلى أشخاص يمتلكون قدرا من الفصاحة إلى أشخاص يعرفون إلقاء الروايات إلى أشخاص عندهم فقه بالروايات التي يروونها هؤلاء هم رواة الحديث هؤلاء هم الذين نظروا في الحلال والحرام إلا أن إمامنا الحجة ذكرهم بالوصف الأول كي يميزهم عن أصحاب الرأي فأصحاب الرأي نهانا الأئمة عنهم وهم مراجع النجف وكربلا هؤلاء هم أصحاب الرأي الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها مثل ما وصفهم أمير المؤمنين من أنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فماذا فعلوا فاتخذوا عباد الله خولا اتخذوا الناس عبيدا حميرا كما في الوثيقة الديخية التي عرضتها عليكم قبل قليل فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا وسرقوا أموال الناس بعنوان أنها أموال صاحب الزمان وعبثوا فيها هذه الأوصاف ذكرها لنا أمير المؤمنين وسنعود إليها فإمامنا الحجة ذكرهم بهذا الوصف لم يذكرهم بالوصف الثاني من أنهم نظروا في الحلال والحرام لأن الوصف هذا قد يوقع الشيعة في شبهتين فيتصورون أن الذين في النجف وكربلا هم من المقصودين بهذا التوقيع الإمام ذهب إلى الوصف الواضح المميز وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إلى رواة حديثنا الذين يروون لكم الحديث متى روى لكم الخوئي الحديث متى روى لكم محمد باقر الصدر الحديث متى روى لكم السستاني الحديث متى روى لكم هؤلاء هؤلاء لا يروون الحديث هؤلاء ما هم بروات حديث هؤلاء يدرسون طلاب الحوزة المنهج الشافعية والمنهج الأشعرية والمنهج المعتزلي ويلوكون آراء أمثالهم من الفقهاء الذين سبقوهم من فقهاء حوزة الطوسي نفسها فما هم بروات حديث متى رووا لكم الحديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم حجة عليكم هناك صلة معنوية فيما بينهم وبين إمامهم بقرينة وأنا حجة الله عليه فهناك رابطة فيما بين الإمام وبين الله بحسب الإمام ولكن هناك أيضا رابطة فيما بين رواة الحديث والإمام بحسب رواة الحديث كل بحسبه ما هو الكلام نفسه مثلما صاحب الزمان حجة الله عليه هناك رابطة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهؤلاء رواة الحديث حجة على الشيعة من قبل الإمام هناك رابطة فيما بينهم وبين إمامهم هذه الرابطة هي التي من خلالها يصل التفهين وحينئذ ستكون أحكامهم وفتاواهم ليست استهادية ما بين الخطأ والصواء مثل ما يفعل أبو حنيفة والشافع ويفعل مراجع النجا ويقولون لكم من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطع له أجر بهذا المنهج قتل أئمتنا يقتلون الأئمة ويقولون من أنهم اجتهدوا فأخطأوا وحينئذ سيؤجرون على قتلهم للزهراء ما هو هذا الذي يجري حينما يتحدثون عن الخوارج ألا يقولون عنهم من أنهم اجتهدوا وأخطأوا حينما يتحدثون عن جرائم معاوية ألا يقولون عن معاوية من أنه اجتهد وأخطأ أصاب في بعض اجتهاداته وأخطأ في بعضها ألا يقولون عن عائشة من أنها اجتهدت وأخطأت فهي معجورة لأن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد هذه مهزلة سقيفة بني ساعدة والذي يجري في النجف وكربلاء مهزلة سقيفة بني طوسي لو كانوا حجة من قبل الإمام كيف تكون فتاواهم ما بين الخطأ والصواب هذا الكلام ليس منطقيا الإمام حينما ينصب أحدا حجة من قبله هناك صلة فيما بينه وبين الذي نصبه فلابد أن تكون فتاواه صحيحة لا أن تكون بين الخطأ والصواب وحينما نصب هؤلاء حكاما شرعيين للشيعة لا بد أن تكون أحكامهم صحيحة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه مثلما هناك اتصال فيما بين الإمام وبين الله قطعا بحسب الإمام صلوات الله عليه فإنهم حجتي عليكم هناك اتصال فيما بين الإمام وبين رواة الحديث قطعا بحسبه كل راوية بحسبه عبر هذه الصلة يأتي التفهيم هذا التفهيم بينه لنا في الكتاب نفسه في التوقيع نفسه حينما قال إمام زماننا وأما وجه الانتفاع به في غيبتي فكل الانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب قطعا أهم مورد في الكتاب هم هؤلاء رواة الحديث وهؤلاء هم الذين ينتفعون من إمام زمانهم بنحو أكثر من سائر الشيعة فهذا المضمون ينطبق بالدرجة الأولى على هؤلاء الذين جعلهم الإمام حجة من قبله لو أن حوزة الطوس تتبنى هذا المنهج لتغير أن واقع الشيعي بالكامل هذا هو الذي أدعو إليه ليس اليوم منذ زمن طويل أدعو حوزة النجف أن تصحح مسارها إذا كانوا لا يملكون خبرة في هذا الباب فأنا وحد منهم أنا أملك الخبرة في هذا الباب أنا قادر على أن أضع لهم المناهج أنا قادر على أن أهيئ الأساتذة أنا قادر على أن أهيئ الكوادر التي تدير هذا العمل أنا قادر على ذلك ولكنهم لا يريدون هذا وأنا لا أريد منهم شيئا لا أريد أن أترأس على أحد ولا أريد مالا فلست بحاجة إلى أموالهم ولا أريد مرجعية ولا أريد منصبا ولا أريد شيئا إنما أدعوهم إنما أدعوهم إلى تصحيح منهج حوزة الطوسي وأن أكون في خدمتهم وأما وجه الانتفاع في غيبتي قطعاً الذي يشخص المشكلة هو قادر على أن يضع الحل وأنا شخص المشكلة منذ زمن بعيد ووضعت الحلول منذ زمن بعيد لكنهم خنقوا صوتي خنقوني ويحاولون القضاء علي بأية وسيلة من الوسائل إلى هذه اللحظة وأنا واحد منهم ما أنا بغريب عن واقعهم أنا واحد منهم أنا من أبناء البيت من البيت نفسه وأما وجه الانتفاع في غيبتي الإمام هكذا يقول فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذه هي الصلة التي قصدتها ما بين رواة الحديث وإمام زماننا حينما قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو أنكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرار وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150 أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الغيبة الكبرى ويحدثنا عن شؤون إمام زماننا وما يفعله بخواص شيعته فيقول أمير المؤمنين من أنه من أن صاحب الأمر في سترة عن الناس في غيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ثم ليشحذن هذا الأمر لا بد أن يقع فالإمام استعمل لام التوكيد واستعمل نون التوكيد المثقلة التي هي عبارة عن نونين ثم ليشحذن فيها قوم في تلك الغيبة في الغيبة الكبرى في تلك السترة في سترة عن الناس ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل القين هو الحداد مثلما يشحذ الحداد سيوف حيث يرفع الصدأ عنها ويشحذ حدها ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل كيف ذلك يا أمير المؤمنين تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعه المعنى هو هو الانتفاع من فيض إمامنا كالانتفاع من الشمس إذا ما جللها إذا ما غطاها السحاب هم حجتي عليكم كيف يكونون حجة من قبله على الشيعة ويتركهم لا يمكن ذلك لا بد أن يكون متواصلا معهم تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعه يرمى بالتفسير بتفسير صاحب الزمان وليس بالأحاديث التفسيرية الموجودة في الكتب وإنما تفسير صاحب الزمان يصل إلى مسامعه فيتكامل مع الأحاديث التفسيرية وهذا هو التفهين هناك الأحاديث التفسيرية في الكتب لكن هؤلاء يأتيهم المدد التفسيري من إمام زمانه فيزدادون معرفة فوق الأحاديث التي هم رواتها يأتيهم التفسير من إمام زمانه إنه تفسير جديد السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد هكذا نسلم على إمام زماننا هذه تجليات الحق الجديد إذن كم نحن قد أسأنا إلى أنفسنا وحرمنا أنفسنا من هذا الفيض وهؤلاء مراجع النجف كم أساء إلى آبائنا وأجدادنا حيث حرموهم من هذا الفيض من فيض إمام زمانهم لأنهم ذهبوا مغربين وتركوا الإمام مشرقا ذهبوا إلى العيون الكدرة القذرة تلاحظون عظم جريمة هؤلاء بحق أجدادنا وآبائنا وبحقنا أيضا نحن العقل الشيعي الآن عقل ناصبي حتى إذا افترضنا أن شخصا ألقى صاحب الزمان حقائق التفسير في مسامعه لا يستطيع أن يحدثنا أن يحدث الشيعة به لماذا؟ لأن العقول ناصبية قذرة إنها عقول مراجع النجف مراجع النجف هم الذين أنشأوا العقل الشيعي الجمعي تلاحظون عظم الجريمة تعرفون خطر هذا الأمر لذلك سيكونون أعداء لصاحب الآمر ولذا فإن شيعة العراق سيكونون أعداء لصاحب الآمر المشكلة من هنا تبدأ لو أن مراجع النجف يرمي الإمام بالتفسير في مسامعهم لأنهم كانوا من رواة الحديث ومن الذين نظروا في الحلال والحرام ومن من عرفوا الأحكام فهل سيكونون أعداء لصاحب الزمان وهل سيدمرون العقل الشيعي وسيقودون الشيعة بعد أن يأمروهم بمبايعة السفياني يقودونهم لحرب إمام زمانه قطعا لا يفعلوا ذلك هذا هو الذي أدعوكم إلي هذا هو الذي أدعوكم إلي أنا لا أريد شيئا منكم هل نقلت لكم شيئا من عندي أم أنني أقرأ كلامهم وأحدثكم بلغة عربية واضحة لا حرفت المعاني ولا قطعت الأحاديث ولا قمت بعملية لي لعنق رواية من الروايات أبدا أقرأ الأحاديث من مصادرها الأصلية وأحدثكم بلسان عربي واضح هذه مجموعة حدثنا عنها أمير المؤمنين في زمان الغيبة دققوا النظر معي ثم ليشحذن فيها في زمان الغيبة قوم شحذ القين الناصر تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هم في حالة تواصل مع إمام زمانهم صباحا ومساء توقعوا الفرج صباحا ومساء لكن هؤلاء علاقتهم تختلف عن مستوى التوقع الحكمة واصلة إليهم من إمام زمانهم صباحا ومساء ويغبقون يغبقون يسقون الحكمة وقت المساء ويغبقون ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الصبوح عند الصباح والغبوق عند المساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا جمع وجمع آخر أيضا حدثنا أمير المؤمنين عنهم هؤلاء هم مراجع النجف وكربلا ما هي أوصافهم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ما عندي وقت أن أعرض لكم ما تحدث به كمال الحيدري عن أنه خرج وتكلم من دون وعي حينما تحدث عن الموروث الشيعي من أنه مجوسي وإسرائيلي وإلى آخره وقال من أنه لا يدري هذه الحالة رحمانية أو شيطانية أنا أقول له هذه حالة شيطانية لأنها لو كانت رحمانية لكنت علمت بها لأن الرحمن لا يخفي فيضه الشيطان يخفي فيضه لا يستطيع أن يشعرك من أنها رحمانية ولا يستطيع ذلك ولا يستطيع أن يبقيها علنية كي تستشعر بها شيطانية فهو يخفيها عليك فأنت لا تعلم من أنها رحمانية أو شيطانية وهذه الحالة ليست خاصة بكمال الحيدري السيستاني كذلك الخوء كذلك محمد باقر الصدر كذلك ما كمال الحيدري هو تلميذهم تلميذ الخوء وتلميذ محمد باقر الصدر الجميع هكذا والدليل ما يكتب في أول الرسالة العملية من أن الفتاوى هذه مبرئة للذمة مبرئة للذمة يعني أن المرجع لا يملك صكا بصحة هذه الفتاوى ولأنه لا يعرف الفتاوى الصحيحة فخلط بين الصواب والخطأ وقدم لشيعة هذه القمامة وقال لهم اعملوا بها فهي مبرئة لذمتكم لا يعني أن الفتاوى صحيحة حينما يقولون من أنها مبرئة للذمة يعني أنها ستكون معذرة كما يقال في علم الأصول تكون معذرة يعني أن المكلف يكون معذورا هذا هو الذي وصل إليه هذا معنى من أن العمل بالرسالة مبرئ للذمة لأن المرجع ليس متأكدا من صحة فتاوى لو كان متأكدا من صحة فتاوى إذن لماذا هذه الاحتياطات لماذا هذه الاحتياطات ليس متأكدا من صحة فتاوى هذا منهج شيطاني المنهج الرحمني هذا تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح فهل تكون فتاواهم خاطئا الذين فتاواهم خاطئا هؤلاء اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم بالضبط مثل ما يتحدث كمال الحيدري سأعود إليه في حلقة يوم خط فنظر بأعينهم الشيطان نظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطر فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هذا هو واقع حوزة النجف هذا هو واقع مراجع حوزة النجف وكربلاء تلك هي الحقيقة من الآخر من هنا قلت لكم من أنهم ليسوا حكاما شرعي الشيعة يقولون هذا الشيعة غبران هو الشيعة فيهم علم إمامنا الصادق قبل قليل قرأت عليكم من رجال الكشي من أن الشيعة إذا اختارت فقيها من رواة الحديث الحقيقي الذين يحسنون الرواية الإمام يقول إنا لا نعده فقيها فما بالكم وهم يختارون فقهاء من هذه القمامة من قمامة النجف وكربلاء يعني حوزة الطوسي يختارون فقهاء من هذه القمامة هؤلاء فقهاء القمامة فكيف يكونون حكاما شرعيين لهذا السبب قلت من أن هؤلاء ما هم بحكام شرعي الحكام الشرعيون هم هؤلاء الذين يحدثنا عنهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك الكثير من المطالب لا أريد أن أستمر وتكون الحلقة طويلة جدا ويتشتت الموضوع سأترك البقية ليوم غد إن شاء الله تعالى المطالب هذه ضرورية أخاطب أبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة بن الحسن ادرسوها واحفظوها تعلموها هذه ستنفعكم لا أتحدث عن أيامنا هذه ستنفعكم في قادم الأيام هذه الحقائق قد لا تجدون أحدا يحدثكم بها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر